حذرت منظمة اوكسفام من ان وباء كورونا عمق انعدام المساواة عالميا بعدما راكم اصحاب المليارات ثروات اضافية مقابل انحضار المزيد الى دائرة الفقر والفقر المدقع ورجح التقرير الذي حمل عنوان فيروس انعدام المساواة ان يحتاج الفقراء الى اكثر من عقد حتى يتمكنوا من الخروج من دائرة العواز وقدرت المنظمة ان فرض ضريبة تطال الارباح الاستثنائية لاثنتين وثلاثين شركة خلال تسعة اشهر كان سيساهم في جمع اكثر من مئة واربعة مليارات دولار وهو مبلغ كاف لتأمين مساعدات لجميع العمال في جميع البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل وتشهد مدن متعددة احتجاجات عنيفة ضد سياسة الاغلاق وحظر التجول ففي هولندا والدنمارك اندلعت مواجهات مع الشرطة اما في البرازيل فقد نظمت تظاهرات ضد سياسات الرئيس جايير بولسونارو التي ادت الى تفاقم انتشار الوباء الى ذلك اعلنت شركة فايزر بيونتيك واسترازينكا ان امدادات اللقاح لاوروبا ستكون اقل من المتوقع بسبب صعوبات في الانتاج ما دفع الحكومة الايطالية الى التهديد باتخاذ اجراءات قانونية ضدها بسبب التأخر في موعد تسليم الشرعات اما في المانيا فاعلن وزير الصحة يانس شبان ان بلاده ستستخدم العلاج التجربية القائمة على الاجسام المضادة وان الحكومة اشترت 200 الف جرعة بسعر 400 مليون يورو وسيبدأ استخدام العلاج في المستشفيات الجامعية الاسبوع المقبل